أزمة الأطباء الصراع حول الأطباء الثابتين يحتدم في بلديات النرويج وخاصة أنه في شمال النرويج ينتهي عمل الكثيرين منهم كما تبين دراسة حديثة تبين أن تداول العمل بين الأطباء في شمال النرويج أكثر من غيره لا يبقون في العمل لوقت طويل، التوظيف الصعب ويوجد الكثير من البدلاء على مستوى البلد يتوقف 7% من الأطباء عن العمل كل سنة أما في شمال النرويج فالنسبة 12% قد يتفاقم الوضع برأي هلسانور أعمار 25% من الأطباء في النرويج فوق الستين معظم هؤلاء يتواجدوا وسط النرويج وهذا يعني أنه سيتوفر الكثير من الوظائف الشاغرة جنوب البلاد ما سيشكل عمل جذب للأطباء في شمال النرويج وهذا سيشكل خطرا إذا لم نفعل شيئا كم العمل الكبير وأيام العمل الطويلة هي بعض الأسباب لتوقف الكثيرين عن العمل بعد بضع سنوات يمكن لنقص الأطباء أن يصبح حادا عندما يتقاعد الكثيرون هذا أمر جدي وقد يصبح خطيرا هذا يعني أنه بعد ست أو سبع سنين فقط سيبلغون سنة تقاعد الوقت الذي ينبغي فيه تعويض الكثير من أطباء قصير ترجمة نانسي قنقر